أهلا أعزائي يوجد جنس واحد ما فيش خلطة الإنسان مخلوق على صورة الله مشان هيك يعني فكرة النشوء وتطور مرفوضة أساسا ضد المنطق وضد العقل يعني تماما وما فيش أي إثبات لكن هذا هو عمل الله في غلاطية إصحاح 3 آية 26 لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح شوف شو بقول الكتاب ليس يهودي ولا يناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع لاحظ ليس يهودي ولا يناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى يعني نفس الآية بتشوفها كمان في رسالة كولوسي اللي بيتكلم لا بربري ولا سكيثي ولا يهودي ولا يناني لا رجل ولا امرأة واحد في المسيح الله بحب الجميع بدون أي استثناء لأنه هكذا أحب الله العالم الله أحب العالم كل الشعوب كل الأمم كل الجنسيات شوف أجمل صورة بتشوفها في السماء اللي بيوصفها سفر الرؤية إصحاح سبعة والآية تسعة مكتوب وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة فإذا يعني هي هاي الصورة الحقيقية اللي هي تتميم لنبوة وعد الله لإبراهيم بنسلكة تتبارك جميع الأمم هاي الصورة مش راح تشوفها ولا عم نشوفها على الأرض هو فكرة كل الممالك والشعوب اللي احتلت واللي قهرت واللي سيطرت على شعوب أخرى شو لأنه كان بالنسبة لها هي أعلى أعلى من أي شعب آخر بتشوفوا حتى من أيام الأشوريين القدماء بتشوفوا من أيام البابليين في مملكة فارس بتشوف هذا الشيء في مملكة الرومان والرومان كانت إمبراطورية عظيمة جدا شو اللي هزم الإمبراطورية الرومانية من جوة الانقسام الداخلي والراحة لما خلاص ابتدأوا يعني يشتغلوا في بعض والخطيئة اللي يعني شوهت ولوثت وتفشت واستشرت في كل أنحاء المجتمع انقسمت صار في مملكة غربية ومملكة شرقية في بيزنطيا ومع الزمن اندثرت شوي شوي تقصقصت وانتهت الإمبراطورية الرومانية الإسكندر الأكبر من قبله اليونان كان يعني خلال 10 سنين أو 12 سنة احتل العالم مات ابن 32 سنة وفي مرة بكى لأنه ما فيش مناطق تانية يحتلها وهو قبل ما يموت الدنيا قامت قعدت في أيام الإسكندر الأكبر وبحال ما مات انقسمت المملكة إلى أربعة أقسام وشوي شوي مع أنه كان الغرض من الإسكندر بالنسبة له متفوق عاوز ينشر الحضارة الهلينية واليوم كم من استعمار وكم من احتلال وكم من قهر وإزلال يا باسم الدين يا باسم السياسة وبالواقع كله باسم السياسة لأنه السياسة هي مغلفة في الدين عشان يعني تلب الرغبة وتقوم بالعمل بنجاح لازم تستخدم الدين لأن الدين هو العملي اللي بخوف الناس أو بخليها فعلا تأخذ قرارات عقلانية في هذا الموضوع